استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهيئة والجهازين الفني والإداري ولاعب الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم لبطولة دور أبطال آسيا والتأهل لكأس العالم القادم للأندية وهنأ سمو للعهد مسؤول ولاعب فريق الهيئة للسعودي بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم المشرف في البطولة والتأهل لكأس العالم للأندية مشيرا سمو إلى أهمية الاستمرار في بدل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عاليا في المحفل العالمي